السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطالنا أبطال ثلاثة سنوية زيكم مش مانسين عاملينيه يا رب اكونوا بخير بيوم 15 جاء يا أستاذ حضرتك ما نزلتش المنصة يا أستاذ فين المحتوى اللي على المنصة نخش سجلنا على المنصة ومش عارفين نجيب المحتوى يا أستاذ هنشتلك ازاي هندفع ازاي اللي موقفني يا هندسة واللي عمالة فكر فيه من يوم الوزير كده طلعه فاجئنا بالرياضة ودمج أو شال أو حط أنا زيك احنا مش فاهمين اي حاجة صراحة يعني طيب أنا هنزل للطالب محتوى المحتوى ده اتشال منه درس ييجي بقى واحد يطلع لكده يقول بالتجربينة بتاخدوا فلوسنا ما فيش حد عنده ضمير انت عايزين تاخدوا فلوس وخلاص مدرسين حتان كلام كتير اللي الواحد بيسمعه قوي ده أولا يا هندسة أنا وصلت لخطة أو وصلت لحل بديل حل سريع كده يخلينا مسكين العصاية من النص أولا كله جازم احنا جازمين خلاص ان التفاضل معك زي ما هو ممكن يشيل منه أفكار إنما التفاضل موجود بس برضو نفسوياتنا مقلقة يعني أنا خايف خايف صراحة يجي يشلي كده درس ولا حاجة تكون انت دفع حقه وتيجي تقول ليه مش هلو مني درس حرام عليك مش كنت تتأكد الأول المهم يا هندسة تعال اشرح لك الخطة كده بيهتوق طبعا يا شباب دي المنصة تسجيل فيها سهل جدا فوق ما تتخيل هتشترك اقول لك اكتب جيميل رقم التليفون وهكذا بعد كده لما تيجي تخش اقول لك اكتب رقم التليفون والبصور بس هتخش يا هندسة مثلا على القرصات الثالث الثانوي الرياضيات مثلا ممكن تلاقي أي أسماء للفروع التانية بعد كده يا مش مهندس هتنزل هنا هيكون فيه حاجة اسمها إيه شهر تمانية شهر تسعة شهر عشرة اللي اشتراقي الشهري أو تلاقي الوحدات بتضغط على السلة دي بتتمملك عملية الشراء وخلاص يعني أول ما بتضغط عليها كده بيقول لك ايه اتمنى ما سجلتش يعني دخل رقم التليفون رقم السري ويقوم حولك للدفع مباشر دي بالنسبة بقى ايه للمنصة اللي مش هشتغل عليها دلوقت إلا لما الوزير كده يطلع يقول لنا الدرس ده عندك والدرس ده مش عندك خلاص يا شباب المال هنمشي ازاي علشان نبقى ماشيين برضو كده وما نتهزش عملتلك حل تاني بديل كيوت كده وابن ناس تخش على المنصة بتاعتنا منصة يلا نفهم حلو حلو تنزل تحت كده شوية هتبص تلاقي طلاب منصة يلا نفهم قايمة مكتوب فيها طلاب منصة يلا نفهم حلو كده حلو جدا يا استاذ لازم تضغط على القايمة دي لما تضغط عليها وتخش تخش هنا هتلاقي فيديوهات الدرس الاول اللي كان المفروض تنزلك على المنصة تعالوا روح للكمبيوتر عشان تشوف الكلام ده اوضح يلا بينا يا استاذ يلا يا حبيبي اهلا بيكو يا حوج مرة تانية بعد ما دخلت على منصة يلا نفهم كده هتنزل تحت هتلاقي طلاب بضصة يلا نفهم لو داخل من الموبايل انزل لتحت شوية هتلاقي طلاب منصة يلا نفهم اضغط على قايمة التشغيل دي لما هتضغط عليها حضرتك هينزلك محتوى الدرس الاول كل درس يا باش مهندس هينزل لحد ما المنهج يتعدل ونروح على المنصة هتلاقينا حططلك ليه صورة مختلفة يعني الدرس صورته موحدة لجميع اجزاؤه الدرس اللي بعده هتلاقي صورة مختلفة عشان تقدر تميز ما بينهم ببساطة تمامي يا هدسة ان شاء الله هتلاقي المحتويات بتاعك اول حاجة اول درس ده تراكمي الدرس الاول ايه الاساسيات اللي انت محتاجها من السنين اللي فاتت في الدرس الاول تاني حاجة اشتقاق الدولة المثلثية اللي هو الشرح تالت حاجة حل كتاب المعاصر رابح حاجة حل ملزمة يلا نفهم طيب هنحل الملزمة ازاي واحنا مش معانا الحاجات ده اصلا واحنا مش معانا الملزمة اصلا نجيبها ازاي عملتلك برضو حل هندسة اركز كده في الحل تخش على فيديو الشرح نفسه الفيديو بتاع الشرح بتنزل في الوصف بتاعه كده بتلاقي عند حضرتك البيدي اف للملزمة وبيدي اف الصبورة يعني لو ضغطنا على بيدي اف الصبورة هتبص تلاقي حضرتك كده عرض لك الصبورة المشروحة يعني ده الشرح بتاع الصبورة بتاعتنا اهود ده كده كل المحتوى اللي في الفيديو تمام؟ طب بالنسبة للملزمة حضرتك برضو اضغط على الملزمة هتقدر تدخلك على بيدي اف الدرس اللي تشرح ده بس مش بيدي اف في الملزمة كاملة تمام؟ الدرس اللي تشرح ده شرح الدرس ده معلومات ترقومية تمام؟ ودي القوانين اللي انت محتاجها بعد كده ده شرح الدرس اثبات واللي انت محتاجه من السنين اللي فاتت بتلاقي في الجنب كده اي مستطيل اقدر تعرف ان دي معلومات لا اما مهمة لا اما من السنين اللي فاتت بعد كده يا هندسة شرح بالامثلة بكل حاجة هتلاقي بعد كده عشان الرجالة بتوع الازهر تمارين المستوى الاول المستوى الاول ده اللي هو كتاب المدرسة تمام؟ الاسئلة اللي بتجيلهم من كتاب المدرسة يعني تمارين المستوى التاني ده خاص بالعام اللي هي الافقار الفحت بقى الافقار اللي تحس انك مش فاهم في حاجة تاية كده حسس بغباء في الاسئلة لممها لك كلها وحللها لك في فيديو طيب انا يا استاذ عندي سؤال وعاوز اسأل حطيط لك لينك جروب التليجرام تقدر تخش على الجروب ده ويتسأل اللي انت عاوزه المهندسين قاعدين حضرتك بيفهموك كل اللي انت محتاجه بالتفصيل خلاص يا مش مهندسين يبقى دلوقتي انت معك بدي اف الملزمة بدي اف الصدورة الجروب اللي انت هتسأل فيه طب بالنسبة يا استاذ للواجبات والحاجات دي هنزلك هنا بدي اف كمان للواجب طيب مواعيد تنزيل الحلقات امتا؟ هنزلك ان شاء الله يا هندسة الحلقات دي حد وخميس كده انت معك محتوى بتاع يوم الحد يوم الخميس الجاي ان شاء الله هنزلك الدرس اللي بعده حد وخميس يا شباب لحد ما نشوف الدنيا فيها ايه ما تقلقش ان شاء الله خير باذن الله وان شاء الله منهجك هيخلص زي ما احنا متفقين في شهر واحد ان شاء الله بامر الله طب بالنسبة للكلام ده يا استاذ هو هيتعرض في المنصة هيكون شكله ايه؟ هيكون شكله زي ما انت شايف كده هتلاقي الفيديوهات جنبه بعد بعدها البي دي اف لو في اكتر من بي دي اف بعدها اختبار وده اللي احنا افتقدناه هنا الاختبار ده انت لازم تحله علشان تقدر تخشها الدرس اللي بعده لانك لو محلتهش مش هتقدر تخش هتمنى لكم التوفيق يا شباب محد الشيء له خالص ان شاء الله الدنيا بسيطة جدا جدا ومهما حصل في المنهج هنقدر نخلص في معادنا هنقدر نلم كل حاجة كل اللي حصل ده على فكرة في مصلح تكنتان تخفيف المواد ده في مصلح تكنتان هو كل المقايص المادة هتخف هتخف قوي كمان ومعنى انها هتخف وكده كده الطلاب السنين اللي فات كانوا بياخدوا المنهج كله وانت تأخرت شوية فمش مشكلة يعني ولا ايه؟ يلا اشوفك على خير يا حبيبي سلام عليكم